بكرة الأنظار تتجه إلى المملكة الأردنية الهاشمية مبروك مرة أخرى غدا حفل زفاف الأمير حسين ابن عبدالله غدا ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية أمير الحسين بقى لهم أسبوع في احتفالات وغدا أجازة رسمية في الأردن لأنه ضيوف يأتوا من مختلف دول العالم رؤساء وملوك ويعني رؤساء حكومات موجودين من مختلف الدول غدا موجودين بدأوا من النهاردة يصلوا إلى المملكة الأردنية الهاشمية إلى عمان جالت الملك عبدالله النهاردة ملك المملكة الأردنية الهاشمية وأنه له جميعا مبروك مبروك جلالة الملك جلالة الملكة وللأمير الحسين ولكل الشعب الأردني الشقيق الفرحة مش عندهم بس لا وعاز أقول لحضراتكم أشقاءنا في الأردن زي ما بقول لكم فرحة بجد ناس لأنه من سنوات طويلة لم يحدث هذا الزفاف الملكي فيه بالمناسبة اللي قدامكم ده على الهواء هذه الاحتفالات بانتباحها على الهواء من تليفزيون المملكة الأردنية الهاشمية لو يوسف تاني منذ شوية يعني هذه الاحتفالات لو عندنا صوت يا يوسف ممكن نبقى نشوف كمان جالة الملك عبدالله بيتكلم وجالة الملك عبدالله زي ما بقول لكم يعني احتفالات ومستمرة ونقل لهذه الاحتفالات على الهواء مباشرة والعاصمة الأردنية عمان بتشهد مراسم زفاف ولي العهد الأمير الحسين ابن عبدالله على رجوة السيف طبعا هناك نقل كبير وسائل اعلام المصرية والعربية تنقل هذا الحدث لأنه منذ سنوات طويلة لم نشهد زفاف ملكي بهذه الحفاوة والاحتفالات الكبيرة في الأردن ويتم متبعتها من مختلف الدول الأردن أعلنت بكرة أجازة رسمية الاحتفالات هيكون فيه اغلاق لعدد كبير جدا من الطرقات نتيجة للمواكب أو موكب ولي العهد اللي هيبدأ من قصر زهران في وسط العاصمة عمان حيث حفل عقد القران وبعد ذلك يتجي إلى قصر الحسينية لبدء احتفاء حفل استقبال الملوك والرؤساء الذين يأتوا من الدول العربية وكافة الدول الشقيقة طبعا زعماء قادة ملوك أولياء عهد شخصيات بارزة الوفود بدأت منذ أمس تتوافد إلى المملكة الأردنية الهاشمية وحفاوة كبيرة وطبعا هناك حضور كبير وحضور ملكي من مختلف الدول هيشاركوا في هذه المراسم غدا والحضور والموكب الملكي ينطلق غدا من قصر زهران وموكب أحمر يمر في عدد من المناطق في العاصمة عمان هيوتاح للجمهور اللي موجود سواء من الأردن أو من خارج الأردن اللي كانوا بيعني عايز أقول لكم ناس حضور جماهير رايحين يحضروا ويشاركوا ويتابعوا الاحتفال الملكي من داخل العاصمة الأردنية عمان وبالتالي هناك أيضا شاشات عرض مخصصة في مختلف المناطق والشوارع في عمان للناس يتاح لها كمان رؤية مراسم الزفاف وطبعا زيان بقول لكم موكب ملكي من المرات الأوليلة أوي في العالم العربي نشهد موكب ملكي وزفاف ملكي تاني بقول من المرات النادرة نحن نشوف الكلام ده يمكن من أيام الملك عبدالله نفسه في عهد الراحل ملك حسين يمكن كان أيضا الزفاف الملكي في ذلك وقت وبالتالي بنتكلم على أيضا الحفاوة الكبيرة جدا والتهاني والأعلام والدنيا كلها بقول لكم يعني تمتلق العاصمة الأردنية والمدن الأردنية في مختلف المملكة الأردنية الشمية بأعلام واحتفالات وبقول لكم الشعب الأردني فرحان بيعني زفاف ولي العهد الأمير الحسين ابن عبدالله واحتفالات بقالها أسبوع شغالة الملكة الرانية كانت أيضا عاملة احتفال على مدار يومين وزي ما انتوا شايفين تاني نهاردة الملك عبدالله كان فخور قوي بابنه فخور قوي بابنه وده له النهاردة سلمه السيف السيف الهاشمي أهدى الأمير الحسين ابن عبدالله السيف الهاشمي وده بقاله مئة سنة السيف ده له مئة سنة وزي ما قاله كده جلد في الملك عبدالله وهو بيمنحه السيف بيديه ده يهديه السيف نسخة من السيف طبعا السيف الهاشمي قاله ده رمز العدل والدفاع عن الوطن وقال انه ابني الحسين من تمانية أو عشرين سنة فخور بابني فخور بالحسين وقال انه الحسين طموح كبير لبلده الأردن وطموح لأسرته الصغيرة ولي أسرته وعائلته الكبيرة يقصد الشعب الأردني الشقيق ماذا قال مبروك جلالة الملك والله احنا كمان في مصر هنا بجد فرحانين لانه الشعب الأردني بيحبنا جدا وجلالة الملك محب جدا الشعب الأردن وإحنا كمان بنحبهم وعلاقة كبيرة جدا مع فخامة الرئيس عبدالته السيسي والعائلة يعني في مصر والعائلة في الأردن وزي ما بقول لكم حفاوة وبجد احنا فرحانين بأنه لهم مبروك مبروك لجلالة الملك جلالة الملكة والأمير الحسين تعالوا تابع ماذا قال جلالة الملك عبدالله ابن